في خاص الحدث إذن نواصل فتح حزب الله وعلاقته بالمخدرات ونكشف بالأسماء والأحداثيات تفاصيل تجارة الكابتاجون في دمشق وجنوب سوريا ورغم محاولات حزب الله نفي علاقته بالكابتاجون نفتح في التاسعة عشر ملفاته وارتباطاته بالمخدرات بين أمريكا وأوروبا والمنطقة وجها لوجه تلتقي أحد كبار قادة القاعدة في مقابلة حصرية ويكشف تفاصيل للمرة الأولى حول إقامته المطولة في إيران كيسنجر ينصح الأوكرانيين استغنوا عن جزء من الأراضي ولا تستخفوا بالرئيس بوتر أهلا بكم إلى حلقة جديدة من التاسعة عشر تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم والبداية من شأن حزب الله والمخدرات فرغم نفي الحزب ارتباطه بتجارة المخدرات الحدث تكشف بالتفاصيل أسماء ومواقع مصانع الكابتاجون في العاصمة دمشق وضواحيها كما في الجنوب السوري وتحديدا في محافظة درعة وذلك بغطاء من حزب الله والفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد فالعلاقة بين ميليشيات إيران وعلى رأسها حزب الله بتصنيع وترويج وتهريب المخدرات باتت أمرا حتميا بل وأصبحت تجارة رئيسية تدر المليارات للنظام الإيراني عبر أذرعه لا سيما في الداخل السوري موسيقى 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 الحدث استطاعت الوصول عبر مصادر رفيعة المستوى إلى إحداثيات دقيقة لمعامل الكابتاجون التابعة لحزب الله والنظام السوري على الحدود اللبنانية السورية كما في العاصمة دمشق وضواحيها في الجنوب السوري وتحديدا في محافظة درعة يوجد ثلاثة معامل لتصنيع الكابتاجون وفق ما كشفت مصادر الحدث وتؤكد هذه المصادر أن حزب الله ومنذ ما يقارب الثلاث سنوات نقل مكابس الكابتاجون من لبنان إلى بلدة خراب الشحم في درعة بعد تسليمها لعناصر تعمل في مجال المخدرات والحبوب أمثال أبو سالم الخالدي وشخص آخر يدعى أبو خلف أما الموقع الثاني فهو في مدينة نوى وفق ما يظهر في هذه الإحداثية الدقيقة حيث تم نقل مكبس الكابتاجون إلى أحد مطاحن حبوب القمح في عملية تمويهية أما المشرف عليه فهو عيمات حمدان المعروف بارتباطه بحزب الله اللبناني حيث يتم تحميل شحنات المخدرات أسبوعيا تقريبا أما الموقع الثالث لمعامل الكابتاجون فيتواجد في منطقة اللجاة جنوب سوريا والمشرف المباشر على عمليات التصنيع لهذه المواد هو حسن رويضان المنتمي لحزب الله اللبناني بشكل مباشر وتهرب هذه المواد عبر معبر نصيب إلى الأردن المقاومة التي اغتالت الشهيد رفيق الحريري وسامير قصير وبيير الجميل وجبران التويني وعشرات الأبرياء من اللبنانيين الذين صوذف وجودهم في مكان العبوات هذه ليست مقاومة هذه عصابة مرتزقة وما في إجرامية يزيدية يقودها ثعالب وذئاب ودهاد ومكرة غذرة فجرة مقاومة سلقت مليارات الدولارات من وزارة الصحة ومن وزارة الشؤون الاجتماعية ومن وزارة الكهرباء كغيرها من نصوص الوطن حتى أفلست الدولة وأفقرت شعبنا ودمرت وطننا هذه المقاومة التي تحمي تجار المخدرات تجار الكوكاين وتحتني بهم وتحمي الفاسدين وتحتني بهم هذه المقاومة لن تحرر شبرا من فلسطين وستحول كل اللبنانيين إلى ناجئين يبحثون عن وطن وعلاقة حزب الله بالمخدرات في كل العالم لم تعد خفية على أحد ولعل ما يتحدث عنه وينفيه ويتهم قناة العربية بفبركة ملفات ضده تضحضه معظم دول العالم التي ربطت حزب الله بالمخدرات شحنات في إيطاليا واليونان وفي دول عربية وخليجية وغيرها وعملية كاسندرا في الولايات المتحدة وتكر السبحة بالإضافة إلى عملية مصادرة الكابتاجون التاريخية على الساحل الغربي لإيطاليا وصادر مسؤول الجمارك في العديد من الدول شحنات متعددة الأطنان من الكابتاجون في السنوات الأخيرة وتم تحديد هوية عناصر حزب الله من بين المشتبه بهم وكان حذر في يونيو تقرير صادر عن اليوروبول من أن عناصر حزب الله يعتقد أنهم يتاجرون بالماس والمخدرات ويغسرون الأموال باستخدام الدول الأوروبية كقاعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من عمان ينضم إلينا الصحفي السوري زياد الرئيس من بون ينضم إلينا الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات من واشنطن ينضم إلينا توني بدران الباحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات وسينضم إلينا لاحقا ضيفنا من لبنان أبدأ معك الصحفية الكاتب توني بولوس سينضم إلينا لاحقا إذن أبدأ معك أستاذ زياد لماذا باعتقادكم بأن حزب الله قرر نقل مكابس الكيبتاجون من مناطق في الداخل اللبناني إلى داخل سوريا نعم مساء الخير لكم أستاذ المشاهدين طبعا هو لم يقرر نقل المكابس هو قام بتزويد مجموعات جديدة بهذه المكابس أو هذه الآليات اليدوية التي يصنع فيها الحبوب المخدرة على مستوى ضيق يعني هنا نتحدث عن مكابس يدوية هذه المكابس قد تنتج آلاف الحبوب يوميا وليس كتلك التي يمتلكها حزب الله في لبنان أو في القلمون الغربي من جبال القلمون الغربي في سوريا يمتلك هناك مصانع متقدمة جدا نسمع أن هذه المصانع تنتج في كل ساعة تقريبا عشرة آلاف حبة كيبتاجون أو ما يشابه ذلك وبالتالي هو يمنح هذه المكنات اليدوية أو الآلات اليدوية للمجموعات سواء كان في الجنوب السوري في درعة أو في شرق السويداء لدينا معلومات حصلنا عليها اليوم من أحد الحزاب الموجودة في السويداء يسمى حزب اللواء السوري يهتم بمكافحة المخدرات يقول أن هناك مصنع جدد الآن يتم التحضير للبدء بالإنتاج بهم في مناطق شرق السويداء في بادية شرق السويداء حزب الله لا ينقل بل يزيد هذه المعدات ويقوم حسب ما نعلم أنه يقوم بتصنيعها يدويا الآن ربما بالتعاون مع حرفيين أو مهني متخصصين بهذه الصناعة دكتور جاسم من المعلوم بأنه أيضا لحزب الله نشاطات مشبوهة وحتى حددتها الدول الأوروبية إن كان ليس فقط تجارة المخدرات وإنما أيضا غسيل الأموال وكذلك تجارة الماس ونشطت هذه التجارة لا سيما في اليونان وفي إيطاليا وفي فرنسا وفي بلجيكا والكثير من الدول الأوروبية الأخرى هل لا تزال بنفس النشاط السابق أم أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول حدت كثيرا من نشاط الحزب؟ خلال السنتين الأخيرتين اتخذت دول أوروبا تحديدا ألمانيا عندما حضرت حزب الله وكذلك النمسا وربما بريطانيا أيضا وبعض الدول البلطيق هذه الدول قامت بحضر أو وضع حزب الله على قائمة الإرهاب وهذا من الشأن أن يقلص من أنشطة هذه الجماعة كون أن أنشطة الاستخبارات في دول أوروبا هناك تعاون أمني ما بين هذه الدول وهناك شبكات مترابطة عبر دول أوروبا يعني نجحت في غلق وكذلك ربما منع الكثير من أنشطة هذا الحزب إضافة إلى عدد كبير أيضا من المنظمات التي أحيانا تأخذ يعني حزب الله يتخذ من الجمعيات والمنظمات ومضمنها تحت يافطة العمل الإنساني وكذلك مساعدة الأيتام في جمع الأموال وتمويل الحزب أنتقل إلى واشنطن أستاذ توني أيضا من المعلوم بأن الولايات المتحدة أطلقت منذ عام 2015 ما يسمى بعملية كاساندرا من أجل متابعة والحد من النشاط المخدرات لحزب الله في الولايات المتحدة وأيضا في دول أوروبية هل أدت هذه العملية فعلا إلى تقويد يد حزب الله في تلك المنطقة ولسيما أيضا في أمريكا اللاتينية حيث ينشط أكثر وأكثر نعم مساء الخير مع الأسف كان الجهد الذي صار أيام مشروع كاساندرا ويلي من وراه صار عملية ما يسمى عملية الأرز يلي صار بأوروبا يلي كشفت عن عدة شبكات للحزب بأوروبا بعدد بلدان أوروبية كمان تم القبط عليها هذه كانت نجحات ملموسة إنما مع الأسف ما صار من وراها تكثيف للجهد أو متابعة للجهد خصوصا مع تغيير بالإدارة هلأ المشكلة التانية بهذا الأمر هو أنه في عندنا بأمريكا اللاتينية مثل ما ذكرتي للحزب في عنده صلات مع السلطات إذا بدك في هذه البلدان حيث حكم القانون أصلا ضعيف وبالتالي ما بيصير فيه تعاون من قبل هذه المؤسسات الأمنية بهذا البلدان مع الولايات المتحدة من الصعب أنك توصل إلى نتائج وخصوصا شفنا مؤخرا اغتيال المدعي العام أو المحقق التحقيقي بالباراقواي مارسلو باتشي يقولوا أنه حتى يمكن فيه يد للحزب باغتياله يعني حتى المسؤولين يلي عم يشغلوا كمان معرضين للخطر مثل ما كان إيام زمان بكولومبيا مثلا عندما كانت المنظمات تهرب الكارتلات تلاحق القضاة وإلى ما هناك أنتقل إلى ضيفي من بيروت لا أدري إن كان جهز معنا أم لم يجهز بعد طيب أعود إذن إلى سيد زياد يعني هذه كما ذكرنا بأن نقل المكابس ينشط تحديدا في دمشق وكما ذكرنا في التقارير في مواقع معينة في درعة لماذا هاتين المنطقتين تحديدا في سوريا أستاذ زياد هل تسمعني ما عندي صوت طيب أنتقل إلى دكتور جاسم من جديد دكتور جاسم يعني في السابق كان يقال بأن الحزب يستخدم هذه الأموال لتمويل حربه في سوريا هل فعلا فقط لتمويل هذه الحرب أم تذهب العائدات إلى يعني أفريقاء آخرين إلى إيران مثلا إلى أنشطة أخرى يعتبر حزب الله ذراع قوي في الوقت الذي تمول فيه إيران حزب الله نجد أنه خلال الضائقة المالية والعقوبات الاقتصادية التي خضعت لها إيران اعتمدت على حزب الله خاصة أن حزب الله ربما كان إلى سنوات ليست بعيدة هو بعيد عن المراقبة وعن الرصد أكثر من التركيز على أنشطة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري ولذلك كان هناك أنشطة واسعة إلى هذا الحزب وكذلك أنصاره والمؤيدين له من داخل أوروبا لذلك اعتمد الحزب أوروبا نقطة انطلاق لتنفيذ عملياته والحصول على التمويل هذه الأموال تعتبر هي في خدمة إيران الشيء الذي يمكن حزب الله بأنه يمتلك شبكة واسعة من خلال الجاليات الموجودة في دول أوروبا ولذلك نلاحظ أن التمويل لا يتحدد في تسلح حزب الله وأنشطة حزب الله لكن أيضا يصبه في مصلحة إيران وخاصة مشاريع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس بشكل مباشر أكثر من بقية المؤسسات فإذن شبكة حزب الله في خدمة إيران أعود إليك سيزياد كنت سألتك عن لماذا تنشط هذه أو لماذا تم نقل مكابس الكابتاجون تحديدا إلى دمشق ودرعة نعم يعني أولا بعد تفجير مرفأ بيروت حقيقة حاول حزب الله أن ينقل نشاطات التصنيع إلى الداخل السوري لأهم الأسباب طبعا هو أنه لم يعد لديه معابر بحرية يعبر بها كما كان يفعل باتت المعابر من سوريا الآن سواء كانت البحرية أو البرية أيضا يحاول أن يبعد الشبهات عن نفسه قام بنقل المصانع أو قام بتأسيس مصانع داخل سوريا عن طريق مرتزقة وعملاء يتبعون له بالتشارك مع الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد وبالتشارك أيضا مع أجهزة أمنية أخرى في سوريا يقوم الآن بالتصنيع داخل سوريا هذا الأمر طبعا برعاية الحرس الثوري بالتشارك مع النظام التصنيع داخل سوريا هذا يعني يبعد عنه الشبهات وأيضا يوفر له الصناعة كما يقولون بأسعار زهيدة يعني حالة الجوع التي فرضها الإيرانيون والنظام في سوريا توفر للحزب الآن أن يستطيع أن يصنع ما يشاء بأرخص الأثمان وهو يقدم فقط المواد الأولية هذه المواد التي يقدمها بعبوات بلاستيكية حسب ما تصلنا للمعلومات تنقل من بعلبك وتنقل من عرسال عبر طرق تصل مباشرة إلى القلمون الغربي أيضا هناك طرق تصل إلى سرغاية يقوم بتسليم هذه المواد عبر الأجهزة الأمنية إلى الوكلاء المصنعين للمخدرات وهذه المخدرات تصنع طبعا أنواع عديدة منها أخطر ما في الأمر أن حسب ما وصلنا من معلومات أن هذه المخدرات الآن تحضر بطبخات خاصة وبخلطات خاصة من الحرس الثوري يكون الهدف البداية منها أن تكون مجرد إدمان على المخدرات ثم تتحول هذه الخلطات إلى خلطات تدعو إلى العنف والقتل ومن ثم يصبح من يتعاطى هذه الجرعات قابل أن يكون أسوأ من الدواعش قابل أن يقتل حتى أقرب الناس له وأن يكون مجرم كبير هم الآن يبحثون عن الانتشار الحرس الثوري لديه هذه الاستراتيجية حزب الله أتوقع أنه من عام ربما منذ التأسيس ليس لديه موارد مالية سوى المخدرات هذا ما يعتمد عليه وهذه خطة إيران في دعم حزب الله وهذه الخطة التي يتبعها الآن لدعم شركائه في سوريا ومرتزقته والمأجورين التابعين له أو تابعين للفرقة الرابعة هو يعطي الغطاء الأمني فقط لهم يقول لهم هذه المواد الأولية طبعا ليس بشكل مباشر عبر مندوبين ويوفر لهم الغطاء الأمني لا أحد يجرؤ أن يقتحم أي منطقة يكون فيها مصنع مخدرات ولا أحد يجرؤ أن يخترب من المنطقة أو يتحدث عنها ولا أجهزة الأمن تعترض هذه الشحنات ولا يكون هناك حتى محاولة لمعرفة ما فيه داخل هذه الشحنات سيد زياد دعنا ننتقل إلى بيروت ومن هناك ينضم إلينا الآن على ما يبدو أصبح جاهزا معنا الكاتب الصحفي توني بولوس أهلا بك أستيس توني إلى التاسعة عشر إذن استعرضت مع الضيوفي نشاط حزب الله إن كان في أوروبا أو الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وفي سوريا منذ قليل ولكن طبعا النشاط الأساسي يبقى في لبنان يعني لماذا برأيكم قرر بداية أن ينقل هذه المكابس من لبنان إلى سوريا نعم يعني بداية دعيني أقول أن حزب الله صنف أنه منظمة إجرام دولية ومنظمات الإجرام الدولية هي منظمات عابرة للكرات وعابرة للحدود وتعطى بكل ما هو ممنوع وهو مخالف للقوانين ولطالما أشارت تقارير كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أمريكا الجنوبية وإفريقيا عن أدوار كبيرة لحزب الله بالتواصل مع منظمات تتعلق بالكابتاجون والمخدرات وانتشار لآفة المخدرات وبيعها والتجارة بها في مناطق أمريكا الجنوبية وفي لبنان هذا الحزب من المعروف أنه يمسك على كافة المنافذ الحدودية في لبنان الحدود البرية الحدود الجوية والحدود البحرية فكل تلك الحدود هي بيت حزب الله إضافة إلى أنه تأثيره المباشر على الأجهزة وعلى الكوى الأمنية وعلى كل السلطات المحلية الداخلية هذا الأمر يعطيه أنه يملك بنية تحتية متكاملة في لبنان وهذه البنية المتكاملة في لبنان هذا ما كنت سأسألك عنه أستاذ توني والأستاذ زياد ذكر ذلك قال بأنه يتم نقل المواد الأولية من لبنان إلى سوريا والمكابس من لبنان إلى سوريا لو نتحدث قليلا عن كيفية تأمينه أصلا للمواد الأولية في لبنان من أين يأتي بهذه المواد وعن أي طريق تحديدا ينقلها إلى سوريا دعيني بداية أتحدث عن موضوع المكابس التي استقدمها حزب الله على اسم أنها مكابس للأدوية رحت أسماء أنها آلات لصناعة الأدوية وهذا على حساب وزارة الصحة؟ ربما من يدري وخاصة أن وزارة الصحة كانت طالما كانت مع الحزب لعدة سنوات وأكثر من وزير للحزب تعاقب عليها وبالتالي هذا أمر طبيعي أقله بأسوأ الأحوال هناك تأمين لعملية دخول هذه الألات إلى لبنان وحتى أكثر من ذلك ضبط أكثر من مصنع لحزب الله تحت المساجد الدينية وتحت الحسينيات يتم استخدام أيضا الأماكن الدينية التي تكون هي مراكز ناشطة للمخدرات أما بخصوص المواد الأولية المتعلقة بصناعة المخدرات فجزء منها هو برعا زراعة هذه الزراعة كانت ناشطة في مناطق البقاع ككوليا بقاع الشمالي والبقاع الغربي وبعد الحرب السورية انتقلت وبعد أن احتل حزب الله القصير والكلمون ومناطق في الزبداني وغيرها أصبحت هذه المزارع مزارع المخدرات في الداخل السوري وباتت بالشراكة مع الفرقة الرابعة السورية وأيضا تأمينا للعمليات الانتقال نقل حزب الله أيضا عدد كبير من مصانعي إلى الداخل السوري انطلاقا من أن المزارع الأول التي يتم زراعة فيها أنواع من الحشيشة المختلفة إلى سوريا إضافة إلى مواد أخرى تدخل في صناعة المخدرات حسب المعلومات أنه استقدمها أيضا تحت اسم أدوية معينة لصناعة الأدوية وبالتالي تم تحويلها باتجاه صناعة الكابتاجون والمخدرات أما أملية عبورها بين لبنان وسوريا يعني نعرف أنه لا يوجد أصلا حدود بين لبنان وسوريا فهذه الحدود ممسوقة من قبل الحزب ولكن دعيني أقول أن العمليات التهريب باتجاه الدول العربية ليست فقط عبر الأراضي السورية. صحيح أن الأراضي السورية هي مسرحا كبير جدا لعملية تهريب المخدرات باتجاه الأردن وباتجاه تركيا وغيرها من المناطق. ولكن أيضا من سوريا يتم تجهيز على سبيل المثال الكابتاجون الذي هرب إلى المملكة العربية السعودية والكابتاجون الذي هرب إلى مصر وضبط سفينة في مصر هرب عبر مرفق بيروت وذلك بعد الانفجار حتى استمر حزب الله باستخدام مرفق بيروت كمنصة لتصدير المخدرات أبرى الشحنات. فالذي يتم هو أنه خارج الحدود السورية يتم تعبئة وتوضيب هذه المخدرات ضمن أكياس أو ضمن تحت أسماء وهمية وشركات وهمية. ويتم إدخالها على لبنان على أساس أنها ترانزيت يمر إلى مرفق بيروت ويتم إخراجه من لبنان أبرى المرفق. سواء إلى دولة أوروبية لتمويه ومن ثم تعودها دولة العربية. دعني أتابع هذا الشق التقني سأعود معك أستاذ توني. ولكن التقنية نتحدث. أنتقل إليك توني بدران من واشنطن. إذن الحزب يمتلك المواد الأولية منها ما يستقديمه من الخارج ومنها ما يزرعه وإضافة إلى المكابس. هل هذه الصناعة تتطلب خبرات عالية؟ وأين يأخذ؟ وكيف يعني يأتي بالخبراء لي يعني يستخدم كل هذه المواد ليخرج ب النتيجة النهائية؟ ليس بحاجة يعني ل خبرات عالية. يعني هذه الطبخات إذا بدك لهذه الأدوية. إنما يلي ذكروا السيد ستوني بولوس. مهم لناحية لفهم شغلي أنه قدرة التصنيع بسوريا أكبر بكتير من قدرة التصنيع بقاعب لبنان. يعني المعامل الموجودة بسوريا والقطاع إذا بدك قطاع تصنيع الأدوية المحلة بسوريا الذي هو قديم ومؤسس بسوريا أكبر بكتير من لبنان. يعني عدا بس أنه المساحة الجغرافية هلأ توزيع الجغرافي طبعا هو بغرب سوريا إذا بدك وجنوبها أكتر شيء لأنه هايدي أقرب شيء للمعابر للمرافق البحرية من ناحية للمعابر مع البقاعب لبنان من ناحية تاني وطبعا مع الأردن من ناحية تالتي وفيه كمان معبر القائم يعني للعراق. بقى هي هذا الوحيد يعني البشارة البقوي كلها موجودة بالغرب. هلأ القطاع التصنيع الأدوية هايدي بتشوفيها بسوريا يعني هي عدة شركات وإذا تطلع على مثلا تسجيل الشركات التأكيدة في سوريا ياللي تشتغل في تصنيع الأدوية كل يوم عندك تسجيل طيب سيستوني لم نعد نسمعك سأعود أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أنت وضيوف الآخرين سأعود معكم لاستكمال هذا الحوار ولكن بعد أن نقرأ تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع إذن ومن الجنوب السوري إلى دمشق حيث يتم تصنيع وتغليف الحبوب المخدرة في منشأتين أساسيتين المنشأة الأولى هي منشأة أوبريل الأدوية التي تسيطر عليها الفرقة الرابعة منذ عام 2013 وكذلك مجموعات حزب الله أما في منشأة تعذرة العمالية فيتم فيها تغليف الحبوب بعد تهجينها برعاية الفرقة الرابعة وتحديدا بقيادة حيدر علي بادي وهو مساعد أول من اللاذقية ومعه المدعو أبو علي المصطفى ويقمان سويا بإنتاج حوالي عشرة آلاف حبة كابتاجون يوميا وهنا بيت القصيد حيث يعتبر مركز يعفور التابع للمكتب الأمني للفرقة الرابعة أهم خطوط نقل الحبوب في الداخل السوري وأيضا إلى الخارج عن طريق حزب الله وتحديدا المدعو أبو ردوان وهو يعتبر اقتصادي حزب الله لجمع أموال في السوق السوداء لا بد من الإشارة هنا إلى أن مدينة جرمانا في دمشق تأتي بالمرتبة الثانية بعد القلمون الغربي في تصنيع الكابتاجون وهي تخضع لسيطرة قوات الدفاع الوطني السورية اللجان الشعبية ومن خلفهم تتورط الأجهزة الأمنية والميليشيات أي الأمن العسكري الحرس وحزب الله ومن أبرز معامل الكابتاجون هناك وفق ما كشفت مصادر الحدث يقع على طريق جرمانا المليحة كما نرى في هذه الأحداثية الدقيقة وهو بإشراف القيادي في صفوف الدفاع الوطني خالد نصر الدين وفيما أشار المصدر أيضا إلى معامل تصنيع الحبوب المخدرة في منطقة التضامن جنوب العاصمة دمشق وتحديدا في شارع تشرين وفق ما نرى أما أبرز المتورطين والمشرفين على هذا المعمل وما يعرض الآن على الشاشة طارق تيسير صليبي وهو من قادة اللجان الشعبية في شارع تشرين يعمل لصالح المكتب الأمني في فرق الرابعة يعاونه أخاه أحمد تيسير صليبي كان يخدم في الأمن السياسي في درعة والعنصر الثالث هو سليمان السقر أبو إلية المسؤول الأول عن معامل التصنيع في منطقة التضامن أيضا كشفت المصادر عن معامل الكابتاجون بين منطقتين التضامن ويلدى في جنوب شرقي دمشق وهذا هو الموقع الدقيق للمعمل ومن أبرز الأسماء في تجارة الكابتاجون بحسب ما يعرف اللبنانيون حيث أنه مطلوب للعدلة بعشرات مذكرات التوقيف إضافة لقرارات قضائية بحقه هو نوح زعيتر والذي ارتبط اسمه بنقل مكابس الكابتاجون إلى سوريا بحسب ما تؤكد مصادر الحدث وأنا بشجع وأنا بشجع لازم يزرعوا كل من حشي وأنا بشجع الدولة أنه تسمح زراعة الحشي بس نطرين إشارة رمشة عين من السيد حسن نصر الله لنفرج التكفريين من نحن أهل الأعشائر أهل الأعشاء موسيقى 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 وها نحن على الدربي سائرون بإذن الله من هلأ أسعاد الزبديني بتكون منسوحة موسيقى في الموازاة يعتبر الشيخ صادق النابلسي المقرب من حزب الله أو يعتبر بأن التهريب جزء لا يتجزأ من عملية المقاومة والدفاع عن مصالح اللبنانيين بالتأكيد التهريب جزء لا يتجزأ من عملية المقاومة والدفاع عن مصالح اللبنانيين وما يحصل اليوم تحت الضغط الأمريكي والعقوبات الحالية أن الشعبين اللبناني والسوري يضطران إلى تجاوز الحدود إلى كسر بعض القوانين من أجل تأمين احتياجاتهم المعيشية أعود إلى ضيوفي من جديد من بيروت الكاتب الصحفي توني بولوس ومن عمان الصحفي السوري زياد الريس ومن بون الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات وأيضا من واشنطن توني بدران الباحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات أهلا بكم جميعا من جديد إلى التاسعة عشرة أتابع معك دكتور جاسم فيما يتعلق بهذا التصريح للشيخ صادق أن بلسي المقرب من حزب الله والذي يبرر فيه لماذا الحزب يلجأ إلى التهريب قائلا بأنه ذلك هم مضطرون للقيام بذلك بسبب العقوبات الدولية عليهم وبأنه هذا جزء من عملية المقاومة والدفاع عن مصالح اللبنانيين والمقاومين هل تعتقد بأنه هذا التصويق بهذا الأسلوب يمكن فعلا أن يقنع قاعدته الشعبية؟ ما يقوم به حزب الله وما جاء في اعتراف هذا يعتبر اعتراف صريح وانتهاك للقوانين الدولية بين كل من إيران وحزب الله تفتح الحدود بشكل غير قانوني ما بين سوريا وكذلك لبنان هذا يعتبر انتهاك إلى القوانين الدولية هذا الحزب وكذلك إيران هو تصنف ضمن الجماعات الشمولية التي تقوم بصراحة على التضليل الإعلامي وكذلك التضليل بالمعلومات وأيضا تقوم على أساس الخطاب التعبوي الشمولي هذه الجماعات ما زالت تطرح نفسها بين مستوجين هي جماعة الممانعة ولذلك أكثر من أتباعهم من الجماعات الغير حاصلة ربما على التعليم وفي الغالب هم خارجين عن القانون وهذا ما موجود من أنصار حزب الله لو تحدثنا خاصة لو تحدثنا هنا في أوروبا هناك العديد من العصابات الإجرامية التي ترتبط بحزب الله وهي خارج عن القانون تقوم بالالتفاف الضريبي وتعمل على الحصول على الملاذات الضريبية في سبيل الحصول على صفقات في ملايين الدولارات فإذا ما جاء في هذا الاعتراف هو يعتبر وثيقة تدين بها حزب الله وكذلك تدين بها إيران وأجد أن هذه الجماعات ممكن أن تقنع ربما جماعتها أو قواعتها لأن أغلب هذه الجماعات هي لا تفقه ولا تفهم وربما مجرد حملة بنادق وأسلحة فإذا أجد أن هذه الجماعات هي جماعات تقوم على الخطاب التعبوي أكثر من شيء آخر أستاذ زياد استوقفني في مداخلاتك الأخيرة بأنك تحدثت عن الأنواع المتعددة التي يصنعها الحزب أنواع المخدرات عندما يريد تصدير هذه المخدرات هل ينطقي نوع معين لكل بلد أم يتم التصدير بشكل عشوائي لكل الأنواع لا بكل تأكيد هو ينطقي أريد أن أذكر معلومة دقيقة وصلتنا من مصادر داخل سوريا تقوم على دراسة الوضع عن صناعة المخدرات لا يوجد أي تصنيع للمخدرات في سوريا أو في لبنان تحت أشراف حزب الله من المواد الطبيعية أي التي تزرع حزب الله يستخدم مساحات كبيرة من أراضي سوريا لزرعة المخدرات الآن أو الحشيشة سواء كان جنوب حمص في مناطق القصير وتلكلخ وهذه المناطق التي يوجد فيها عشرات ألاف الدنومات ويوجد بالمناسبة في مطار الضبعة مركز خاص لتصنيع أو تحويل هذه المواد هذه المزروعات تحصد وتنقل إلى لبنان كذلك في القلمون الغربي هناك مساحات كبرى تحصد وتنقل إلى القلمون قال أحد المصادر هل تعتقد أن حزب الله غبي لكي يقوم بإعطاء السوريين أو العراقيين حبوب مخدرة فيها مواد أولية نباتية هذه المواد مطلوبة لشركات الأدوية العالمية وهي باهذة السمن هو يعطيكم المواد التي يصنعها الحرس الثوري عبارة عن مواد سائلة تنقل من إيران تخزن كانت في لبنان على مدى عشرات السنين وبعضها كان يتم خلطه وتطبيقه في لبنان ثم تخلط مع بودرة ومواد عادية وبعض هذه المواد قد تكون صخرية كما ذكر وتعطى للشعوب العربية هي مواد كيماوية كاملة لا يوجد فيها إيشاء نباتي قال أن النباتي قد يؤذي العقول لكنه لا يؤذي الأجساد لكن ما يصنعه حزب الله الآن هو يؤذي العقول والأجساد ولديه مصادر أخرى لبيع هذه المزروعات الباهذة الثمن لا نعلم كيف لكنه ينقلها إلى أسواق محددة أيضا ما يباع من كيبتاجون في سوريا الآن الهدف منه الترويج لكسب شريحة كبرى من المدمنين تباع حبة الكيبتاجون بمبلغ لا يزيد عن عشرة سمتات من الدولار فيما تباع في دول أخرى خاصة دول الخليف مثلا حسب ما يقال أنها تباع بمن دولار إلى 2 دولار إذن هذه الفرق هناك أنواع نعم هناك ماركة في السوق السورية يقال لها أبو عقرب وهي تحمل شعار عقربين هذه المادة الكيبتاجون ينتجها حزب الله في القلمون الغربي لا تباع في السوق السورية والمقربون فقط من الفرق الرابع يستطيعوا أن يأتوا بهذه الحبوب يقال أن تأثيرها قوي جدا وأنها منشط فعال جدا تباع للخليج لذلك تحدثت أن الحرس الثوري الإيراني لا يصنع هذه المادة عشوائيا هو لديه خلطات محددة يقوم بنشر هذه الخلطات الآن ويجري دراسات على المجتمعات التي تقوم بشراء هذه المواد يريد أن يحول المجتمعات سواء كانوا متعاطين لمادة الحشيش أو الهرائين أو الكوكاين يريد أن يصبحوا جميعهم يتعاطون الكيبتاجون مؤقتا ثم يقوم بخلط هذه المواد وإضافة عيارات جديدة استاذ زياد ما الذي يستفيده من أن يحول المجتمعات إلى مدمنة أفهم بعض أنواع المخدرات على جبهات القتال لتنشيط المقاتلين وعدم التفكير كثيرا بما يقومون به على الصعيد العسكري هذا مفهوم ولكن على صعيد العالم بشكل عام يعني المواطنين بشكل عام ما الذي يستفيده أن يحول المجتمعات إلى مدمنة نعم يا سيدتي الموضوع يتعلق بخلايا نائمة يتعلق بتنظيمات إرهابية تصبح تماما كداعش اليوم من يحمل السلاح وينقل المخدرات هذا هو الشخص نفسه الذي يقوم بتجنيد أشخاص من حوله يدمنون على المخدرات ويدمنون على حمل السلاح وأطلاق النار لحماية شحنات المخدرات في المستقبل القريب سيصبح هو أحد أدواتهم خلية نائمة سيتحول إلى ميليشيا من يطلق النار على القوات الأمنية في بلده لكي يحمي شحنة مخدرات سيطلق النار عليهم مقابل أموال أو مقابل تعليمات ستأتيه من هؤلاء هذه عمليات منظمة هؤلاء يريدوا أن يبحثوا عن خلايا نائمة عن عصابات وعن أيضا تدمير شباب المجتمعات المحيطة بهم لأنهم يعتبرون هؤلاء أعداء ولديهم فتاوي دينية بهذا الأمر أحدهم صدرت عن الخامين أي نفسه الذي أباح لهم تجارة المخدرات مقابل تدمير الشعوب المعادية ذات الفكر المتطرف كما أسماهم ووصفهم وهو يتحدث عن دول الخليج كان في حينها هؤلاء يريدوا أن ينفذوا هذا المشروع حاليا يدر عليهم أموال ويهيئ لهم تجنيد الكثير من المرتزقة ليس فقط نتحدث في سوريا ولبنان والعراق في كل دول العالم حتى من يتعاطون المخدرات الآن في أوروبا ويتعاملون مع حزب الله ومع ميليشيات الفرقة الرابعة والحرس الثوري هؤلاء هم خلايا هم أتباع من يوصل شحنة مخدرات إلى أوروبا سيوصل التين تي سيوصل السيفور سيوصل الغاز الساري وضحت فكرة دعني أنتقل إلى إلى سيستوني من واشنطن يعني الكثير من المراقبين يعتبرون بأن المخدرات هي المورد الأساسي لحزب الله هو يدر عليهم أموال طائلة لو تحدثنا بلغة الأرقام لا أدري إن كان لديك أرقام دقيقة ولكن حتى لو تقريبية كم ينتج شهريا وكم من الأموال يدخر جراء هذا الانتاج نعم هلأ التقديرات لتجارة الكابتاجون بس يعني كانت بالأول التخمين هو بحوالي أربع مليارات ثلاثة فاصلة سبعة مليارات بالسنة عم بيقولوا أنه هاي يعني شوية واطي كمنخفضة يعني كأرقام وعم بيقولوا صارت أكتر هي أقرب للخمسة فاصلة ثمانية ستة مليارات بالسنة هذا فقط عن كابتاجون هاي دي مشكلة للحزب طبعا هاي دي التجارة العالمية لا إنما حصة الأسد يعني حصة الأسد منها حرفيا حصة كبيرة جدا لأنه سوريا هي مركز التصنيع على الصعيد الكبير إذا بدك لبنان في عدة مصانع مصانع صغيرة لبنان في عنده طبعا مبلشتي المسألة مع حزب الله في عندك الطرق للتصدير عبر المرفق وإلى ما هنالك إنما يعني سوريا بلد أكبر فيه قدرات أكتر وفيه إمكانيات يعني والشغل هي على المال تاني يعني باللبنان وبسوريا في عندك مسألة إنه هاي دي مش عم تحكي عن عصابات فقط موجودة داخل الدولة عم تحكي عن نظام الحكم هو يلي يدعم هذه التجارة كمصدر أساسي للتمويل هي هاي دي المصدر الأساسي للتمويل لنظام الأسد حاليا يعني نظم أسد بفرض العقوبات عليه وعدم قدره على التصدير وإنهيار مثلا قطاع الطاقة فيه يعني والغاز والبترول وإلى ما هنالك كل هذا انتهت صار تصدير الكابتاجون هو مصدر أساسي للتمويل للنظام عم نحكي فأزا بعدة مليارات بالسنة موزعة هلأ لبنان حزب الله يعني بديك تحسب بعدة مئات المليون دولار سنوية بحسب ترضي مثلا 300 مليون دولار سنوية هاي دي بتزيد على مسألة الكوكايين يلي هي بعدها أكبر بكتير من تجارة الكابتاجون السوق أكبر بكتير من سوق الكابتاجون يلي مثلا وصلنا على يلي كحكينا قبل مثلا عن 2015 وعملية الأرز يلي صارت بفرنسا وألمانيا وعدة دول أوروبية القيمة يعني عم نحكي عن قيمة لحالة هاي دي كانت مثلا هاي دي الشحنة لحالة كان فيها 500 مليون دولار عم تحكي على أرقام كتير كتير كبيرة مشان هيك بس نسمع عن أنه مثلا إيران تمول الحزب بقيمة 700 مليون دولار بالسنة دعني أنتقل إلى أستاذ توني من بيروت لنرى من يمول من أستاذ توني البعض يقول بأنه يعني الحزب يمول حروبه الخارجية من خلال المخدرات والبعض يقول بأنه يساعد إيران في الالتفاف على العقوبات كيف يعني يوظف هذه الأموال الطائلة التي يتدخرها من خلال ليس فقط يعني الكابتاجون والمخدرات وإنما من كل غسيل الأموال أيضا وكل الأعمال المشبوهة الأخرى يعني برأيي قضية المخدرات في العالم هي أو أكبر يعني ليست فقط على صعيد حزب الله نعم على مستوى الحرس الثوري الإيراني الذي يعتمد في تمويل نفسه وتمويل ميليشياته على عملية تجارة المخدرات وبالتالي حزب الله هو أحد الأزرع الأساسية التي تقوم بعملية تهريب والصناعة وتجارة المخدرات سواء لتمويل نفسه أو حتى لمساعدة الحرس الثوري الإيراني حتى أكثر من ذلك هناك فتاوى دينية شيعية سواء في إيران أو في لبنان تعتبر أن تجارة المخدرات لجهات معادية تعتبرها هي مشروعة وهي لا تتناقض مع الجوهر الديني طالما أنها لا تطال وليست ضمن البيئة الأساسية للحزب وبالتالي يمكن وضع الستراتيجية الأساسية لإيران ولكل ميليشياتها في عملية المخدرات أنها تأتي في سياقين سياق أول عملية تمويل كبيرة جدا تضر مليارات الدولارات للأزرع الإيرانية وللحرس الثوري الإيراني وأيضا ضمن الحرب التي تشنها والحرب الغير تقليدية التي تشنها إيران على المجتمعات العربية فعمليا عملية محاولة اختراق المجتمعات العربية والشباب العربي والأسيمة التركيز على المملكة العربية السعودية هي أبعد من عملية تجارية أو عملية تمويل بقدر ما هي عملية سيطرة داخلية وزعزعة الاستقرار وضرب الأنظمة من الداخل ومحاولة بناء شبكات مرتبطة بين حزب الله وإيران والداخل السعودي وبالتالي هذه الشبكات شبكات المخدرات عندما كنتم بنائها في الداخل تصبح منظمات إجرامية طابعة وأزرع لإيران داخل المملكة أو داخل أي دولة عربية أخرى فعمليا يمكن وضع الاستراتيجية الإيرانية في عملية المخدرات إنها استراتيجية مزدوجة حرب غير تقليدية وأيضا عملية تمويل كبيرة جدا ومن هذا المنطلق يمكننا أن نفهم تواجد الحرس الثوري الإيراني واختراق الأنظمة في أمريكا الجنوبية ولسيما مسلس جواتيمالا والأرجنطين وهذه المنطقة من أجل التواصل مع عصابات تجار وحيث تسرح وتمرح هناك دون حسيب ورقيب بسبب ضعف الأنظمة وأيضا هذا ما يفسر إقرار الكونغرس الأمريكي لكانون كاساندرا كانون كاساندرا خصصا خصيصا لحزب الله لمكافحة طبيعي الأموال ومكافحة المخدرات في أمريكا الجنوبية يعني هذا دليل أن أمريكا تمتلك هو عمليا بأمريكا الجنوبية وأيضا بأوروبا أيضا كذلك بأوروبا بهذا الإطار أنتقل إلى دكتور جاسم منبون دكتور جاسم بالدول العربية معروفة كيف هي الأوضاع وبالتالي تعقيد المشهد وحساسيتها يمكن تحول دون المواجهة الكاملة لحزب الله بكذلك الدول الأمريكا اللاتينية كما تحدث ضيوفي ضعف الأنظمة أيضا فساد الأنظمة والتواطق بعض منها مع حزب الله يؤدي إلى عدم مكافحة تجارة الحزب بالمستوى المطلوب بأوروبا يعني بالرغم من إدراج بعض الدول الأوروبية للحزب على لوائح المنظمات الإرهابية بالرغم من التشدد بالرغم من يعني عدم إعطاء الرخص والتشديد عليها فيما يتعلق بكل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية نرى بأن الحزب لا يزال قادر على القيام بهذه الأعمال على متابعة هذه التجارة لماذا؟ كيف يفسر ذلك؟ المشكلة في دول الأوروبا ولو تحدثنا عن ألمانيا بلجيكا هولندا النمسا وحتى فرنسا نلاحظ أنه هناك عدم تكامل ما بين السلطات التنفيذية على سبيل المثال الشرطة والاستخبارات والقضاء ما تقوم به الشرطة والاستخبارات من أنشطة تحتاج بدون شك إلى أوامر قضائية وهذه الأوامر القضائية فيها بيروقراطية يعني بين بوستواجا أوروبا متهمة في البيوروقراطية تعامل ببيوروقراطية في موضوعات مكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة وهي دائما تسأل إنه ما هي الشواهد ولذلك إنه أيضا تحدي أمام أجهزة الشرطة والاستخبارات إنه الصلاحيات هذه الصلاحيات فيها مد وجذب ما بين الاهتلافات الحاكمة أغلب الحكومات في دول أوروبا هي اهتلافات حاكمة وهناك مواقف سياسية فأستطيع القول بأن المشكلة التي تواجه الأجهزة الأمن والشرطة هو كيفية إيجاد العلاقة ما بين واجهات هذه الجماعات ولو تحدثنا عن حزب الله كيف تثبت الشرطة إنه وجود علاقة ما بين حزب الله ومنظمات ترعى الإرهاب لكن هي تعمل تحت يافط الأيتام فإذا هي حاصلة على الوضع القانوني وهذا ما يعقد الأمر أمام أجهزة الأمن والاستخبارات لكن نلاحظ أنه دول أوروبا فرنسا ألمانيا النمسا وبريطانيا أيضا نجحت بشكل كبير في تفكيك هذه العلاقة حتى في موضوع الإسلام السياسي في كل أطيافة سواء كان حزب الله أو الأخوان وجدت أنه لديها القدرة في تفكيك هذه العلاقات الإدارية وجدت أنه الآن بالاتجاه الصحيح من قبل دول أوروبا في تقليص أنشطة حزب الله أستاذ زياد هل يمكن أن نشهد يعني ذكرنا بأنه هناك من قتل في عملية للجيش الأردني ضد المهربين له علاقة بحزب الله يعني الأردن تواجه هذا الموضوع أيضا بالدول الخليج بالسابق كذلك يعني تعمل على مواجهته هل يمكن أن نشهد على غرار الدول الأوروبية وعلى غرار يعني الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعاون من مختلف الدول العربية أو توحيد آلية لمواجهة ذلك يعني نتمنى أن نشهد حقيقة لغاية الآن الوضع حقيقة يقول أن الوضع مقلغ جدا الأردن حذر العالم كله من مخاطر هذه العصابات المشكلة أن هذه العصابات هي نظام مرتزق حزب الله لا يهتم إذا قتل عشر أو خمسة عشر من هؤلاء المهربين لأنهم تقريبا فكريا هم يشبهون أولئك الذين التحقوا بداعش هم مرتزقة وبالتالي يوميا سيجد العشرات من من يقبلون أن يحملوا المخدرات ويحاولوا عبور الحدود ونحن نعلم تماما أن هدف حزب الله وإيران من تهريب المخدرات عبر الأردن ليس لكي تكون في الأردن بل لكي تصل إلى الخليج وبالتالي حقيقة نتمنى أن يكون هناك جهود عربية تامة ليس فقط عربية بل عالمية أن تواجه هذه الحالة وأن يتم فعلا الحد من هذه العمليات لأن هذه عمليات إرهابية تماما هي عمليات داعشية تماما الأمر خطير جدا وتحذير الأردن للمجتمع الدولي كان مبكرا عليكم أن تواجهوا هذه الحالة الوجود الإيراني في سوريا الآن المتمثل بحزب الله أو بميليشيات الحرس الثوري هم يحاولوا أن يدمروا المنطقة مستخدمين السوريين وغير السوريين مستفيدين من علاقتهم بنظام بشار الأسد ومشاركته في عملية إنتاج المخدرات وبالتالي يجب أن يكون هناك فعلا مشروع دولي ويجب أن يكون هناك جهود عربية ويجب أن يكون هناك قمة عربية تبحث هذا الأمر يجب إنقاذ الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب العراقي من هذه الميليشيات لأنها تهدف جزيلا لك في حالة حرب مع أشقائها شكرا لك الصحفي السوري زياد الرئيس كنت معنا من عمان كما أشكر أيضا الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات حدثنا من بون أيضا الشكر موصول لتوني بدران الباحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات كان معنا من واشنطن وكذلك مشكور الكاتب الصحفي توني بولوس الذي انضم إلينا من بيروت شكرا جزيلا لكم جميعا الساعة الأولى من التاسعة عشر انتهت وإليكم أبرز مواضيع الساعة الثانية إذن بعد قليل نلقاكم في ملفات التاسعة عشر في الحروب تسقط كل المعايير تظهر المصالح وتنتظر النتائج التي قد تدوم لسنوات فهل نشهد تاريخا مختلفا ومستقبلا يسكنه الغموض وهل نحن نمر بأخطر أزمة في العصر الحديث تابع الأخبار بكل أبعادها عسكريا اقتصاديا وسياسيا كيف يقرأ المشهد؟ إعلان منطقة حاضر طيران من موسكو مراسل الحدفة هناك توافض كبير جدا ما تريده روسيا أبعد من حدود أوكرانيا نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحدينا هنا فزع على الأرض رعم من السماء طفولة يسرقها الجوة أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرنا من الجحيم باحثونا عن المجهود هل نحن الآن أمام أن يعود العراق ليصبح ساحة هذه المرة لتصفية صراعات إقليمية ودولية ولكن في الملعب الدبلوماسي حتى الآن القطار التنسيقي أكدت بأن له مبادرات اتجاه التوتال السياسية لكن لا مبادرة واضحة حتى اللحظة كل ما يدور الآن هو خارج قطار شرعية دستورية وهذا دفع باتجاه شلل الدولة أنتم كفصائل كردية متمعة أين تقيفون؟ بالاتفاق على قرار موحد شكل تحدي لهذه البيوتات السياسية العملية التركية ضد حزب العمال في الشمال العراقي هل تحدث بدوء أخضر من بغداد؟ نحن أمام شرع جديد يقود والين وراء العراقيون مصير العراق خاصة وأنه لن تخيب الرئيس ولا حدد الكتلة التي ستكلف برئاسة الحكومة سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة ومن الاستعانة بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهما ستوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بطاقية جرينيج على شاشة الحدث تبينت المواقف في تونس من الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء تعتبر بعض الأطراف السياسية قرارات الرئيس سعيد خروجا عن الشرعية وأعتقد أننا اليوم أمام مفترق تاريخي يبرر عديد المخاوف وربما أصدمات تعثرت ولادة الحكومة التونسية مجددا أعلن 113 قياديا النواب أعضاء حركة النهضة استقالاتهم للحزب في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب تكوين الجبهة لعزل الرئيس الإسلام السياسي يعني بكر الإخوان المسلمين لم يعد ملاكي ترحابا هل ما تحدث هنا عن انهياء حركة النهضة؟ دعوذوا الاحتجاج مرة أخرى إلى الشارع التونسية بعد خروج التظاهرات متعارضتين أعتقد هناك محاولات لاستخدام الشارع والدخول به في شرعات أدين وبشدة في أعمال الشغبة التي بدأت هذه أعمال تعتفق من بين شعب التونسي الواحد هل ستكون هذه آخر التظاهرات؟ أم أنها ربما تصبح تظاهرات متتالية؟ تواصل رئيس وعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للعاصمة المؤقتة عادة عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماعا لها بحضور شميع أعضائها ما هي العقبات حتى تجعل المجلس الرئاسي يباشر مهامة؟ الواقع اليمني سيدتي معاقدة بشكل كبير قاعدة وداعش لا يعملان منفصلات عن الجماعة الحوثية نذهب إلى أحد الجبهات في محافظة حجة وفجل المخطيات التاريخ أن الحوثي لن يسالم ما تخوفاتك من إعادة تشغيل مطار سرعاء مرة نقفية؟ عدا على موعد يدين للقيام بدوريات تعاصمة وأقتان نحن نعتقد أن الحوثي سيحاول المراوغة الآن كيف سيتعامل المجلس الرئاسي معه؟ أنا أتوقع حوثي سيكبرون على السلام هذه المرة برلمان ومجلس شورة ومجلس القيادة برأيك من أين ستكون البداية؟ مشاهد واعترافات حصرية مع ناصر من القاعدة وداعش سندخل كأول كاميرا تلفزيونية حول العالم إلى داخل هذا السجن يشتروا الجوازات من سوركيا في سوق في اسطنبول كيف يتم التواصل مع التنظيم بسوريا؟ كان يبيح في النفط السوري على حدود التركيين صندوق من الأسرار يفتح عن عمليات التمويلي والتهريبي والقتل كانت الدبابات تعاملها تأثير قوي جدا هذه المدينة كانت مقرا للعديد من المنظمات الإرهابية كانوا يقضوا على الناس وينفذوا عليهم في عمليات تمانية الغراب الاتصال يمسك ويتم القبض عليه فوتي الثلاث كان حكمهم عندنا في التنظيم أنهم مرتدين هذا هو الحد الأكثر الذي سمح لنا بالاقتراب منه التفاجأة العاملون بوجود مقبرة جماعية هناك تقارير خاصة وجها لوجه يوميا ضمن نشرات الأخبار على الشاشة الحدث تطورات حاليا وخاصة على الأرض في ترابلس كيف يمكن أن يأخذ خطوة للخلف وهو رئيس حكومة لابد من البحث عن حل ومخرج لهذه الأزمة قرار من من؟ من يعطي الميليشيات هذه الأوامر؟ ولماذا هو متمسك بالسلطة حتى اللحظة؟ يعني مجلس النواب لم يخلط العورات المشهد السياسي في ليبيا تحكمه سياسة التدخل الخارجي خوف الأكبر دكتور طارق وهو مسألة لانزلاق إلى صراع المسلح المية وسبعة وثلاثين مادة متوافق عليها من قبل الإشكالية الآن المواد الباقية لا طرف شرعي يعترف بالآخر كل يرى في نفسه بأنه طرف الشرعي في الداخل سنضغل في هذا الخضم إلى أن تخرج عنينا البحث الأممية والسيدة استيداني موازين القوى في ليبيا تغيرت وما زال تتغير طريقة ثالث وهو إيجاد حكم ومصغرة جديدة تتجاوز الرجلين هل هذا مطلوب؟ وجها لوجه يلتقي أحد كبار قادة القاعدة في مقابلة حصرية ويكشف تفاصيل للمرة الأولى حول إقامته المطولة في إيران كيسنجر ينصح الأوكرانيين استغنوا عن جزء من الأراضي ولا تستخفوا بالرئيس بوتين أهلا بكم ميلة الساعة الثانية من التاسعة عشر والتي نبدأها من جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا في نيويورك هذه التحديات التي تهدد السلم والأمن في ليبيا والمنطقة وشكرا أشكر ممثل فرنسا على بيانه وأعطي الكلمة الآن لممثل الهند شكرا سيدتي الرئيسة بادي أذيبد أتوجه بالشكر إلى وكيلة الأمين العام روزميري دي كارلو على إحاطتها نرحب بسعادة المندوب الدائم لليبيا إن التحديات التي تواجهها ليبيا كانت في صلب اهتماماتنا هذا الشهر بعد ورود تقارير عن مواجهات بالقرب من طرابلس من الأهمية بمكان أن تسوى المسائل السياسية العالقة سلميا بين الأطراف المعنية مع إعلاء مصلحة الشعب الليبي ونأمل أن جميع الأطراف ستعمل يدا بيد لصون السلام والاستقرار ونكرر أهمية عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت وذلك للحفاظ على الزخم الناتج عن التوقيع عن اتفاق وقف إطلاق النار الأولوية الآن هي ضمان عقد هذه الانتخابات بشكل حر ونزيه يشمل الجميع وذي مصداقية ونأمل أن الأطراف جميعا ستتحد حول هذا الهدف المشترك هناك تقدم إيجابي في عدة مجالات بفضل جهود اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ونتطلع إلى توافق سريع بين الأطراف الليبية بشأن الأساس الدستوري لعقد الانتخابات من الأهمية بما كان لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يدعم الشعب الليبي إذ هو يعد لهذه الانتخابات العنف بأي شكل كان يمكن أن يقود التقدم المحرز منذ 2020 وبالتالي ينبغي نبذه إن سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية ينبغي أن تحظى بالأولوية وأن تحمى وكذلك فإن العملية السياسية ينبغي أن تبقى بملكية وقيادة ليبيتين دون فرض أي مواقف أجنبية أو أي تدخل أجنبي كذلك ينبغي إحراز تقدم ملموس نحو سحب القوات والمرتزقة الأجانب من المؤسف أن تكون سنة ونصف قد مرت منذ انتفاق وقف إطلاق النار دون أن يحرز تقدم في هذا المجال وجود قوات أجنبية ومرتزقة أمر يؤثر سلبا في السلام والاستقرار كما أشدد على أهمية التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمجموعات المسلحة والأطراف من غير الدولة كما ينبغي لليبيا أن تخوض في عملية موصلحة وطنية شاملة على المجتمع الدولي أن يركز اهتمامه على تهديد الإرهاب في أفريقيا والسيامة في منطقة الساحل لقد صلتت تقارير الأمين العام الضوء على وجود معسكرات تدريب لداعش والمنتسبين لها في جنوب ليبيا ما زالت داعش قادرة على إطلاق هجمات وهذا أمر يبعث على القلق الشديد ينبغي أن يركز المجلس على القضاء على أي تهديد تشكله داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية في شتى أنحاء العالم الإرهاب يشكل تهديدا متناميا في أفريقيا وعلى المجلس أن يركز على هذه المسألة قبل فوات الأوان لقد كان للهند علاقات تاريخية وطيضة مع ليبيا ونود أن نواصل دعم الشعب الليبي في جهوده لتحقيق السلام المستدام وشكرا أشكر سعادة ممثل الهند وأعطي الكلمة الآن لسعادة ممثلة النرويج شكرا سيدتي الرئيسة وشكر موصولي وكيلة الأمين العام دي كارلو وسعد سفير تيرو مورتي على الإحاطتين نرحب بسعادة المندوب الدائم لليبيا في هذه الجلسة السيد الرئيسة نثني على جهود المستشار الخاصة ويليامز وجهود الأنسميل في إنشاء اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس أعلى للدولة ولعقد اجتماع هذه اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر في القاهرة تطلع الأمم المتحدة في دور هام في العملية السياسية بقيادة وملكية ليبيتين وكذلك في جمع الأطراف من أجل التوصل للترتيبات الدستورية المطلوبة كما نشكر مصر على استضافة الأطراف ونثني على جهود اللجنة المشتركة للتوصل لتوافق بشأن 137 من المواد خلال جولة المباحثات الأخيرة من المشجع أن نرى هذا التقدم ونحض الأطراف على مواصلة العمل على تحقيق التوافق في الاجتماعات المقبلة في شهر يونيو وكلنا ثقة في أن الكل سيتحمل مسؤولياته للتوصل لإطار دستوري متين لعقد انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لقد سجل 2.8 مليون من الليبيين للانتخاب وينبغي أن يحصل هؤلاء على انتخابات آمنة تأتي في الموعد الملائم كما ينبغي العودة للاستقرار من خلال أية محاولة للسيطرة على السلطة من خلال العنف أمر سيدر بالشعب الليبي ندعو جميع الأطراف لضبط النفس والامتناع عن أية أفعال استفزازية وأية خطابات نارية لضمان حماية المدنيين وينبغي منع التصعيد نتابع مع ملفات التاسعة عشر ففي الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها زميلة رولا الخطيب ضمن برنامج وجها لوجه مع القيادي في تنظيم القاعدة والملقب بأبو زبير المغربي في هذه المقابلة يكشف القيادي بحول تفاصيل علاقته وكيف حماهم النظام الغيراني هناك لسنوات وصرف لهم مرتبات شهرية لمصاريفهم اليومية مع عوائلهم في إيران كانت فيه ناس تساعدنا داخل إيران موجودين مجموعات الليبيين اللي كنت معاهم كانوا موجودين في إيران أجرين بيوت عن طريق إيرانيين من البلوش على الحدود الباكستانية الأفغانية قوم البلوش هو يمشي يأجر يقول عندي عائلة نبي نأجر البيت فيأجر على أساس عائلة إيرانية تعطيه الإيجار تبعا ونيجي نحن ندخل إلى البيت هذا طب أنت تدخل إلى هذا البيت هذا المنزل بحاجة لأكل تشرب نعم نطلع نطلع وشقول لما تطلع تشتري بأي لغة تحكي مع المنزل نحكي معهم أنت بتحكي فارسة؟ نعم بلي ما نتعلم بلي في إيران فارسي فاميدي يعني بثلاث شهور تعلم؟ تتعلم أفغانستان يتكلم فارسة كابل عادت قلت لي كم شهر بالإيران؟ ما كانت تقريبا ثلاثة شهر ثلاثة أو أربعة شهر وبعد منها؟ تم القبض علي في إيران 16-05-2003 لأداد الليتك مقبوض عليك بإيران؟ إلى 2009 يعني ما يوقع؟ ست سنوات ست سنوات بالسجن بإيران؟ في إيران بأي سجن؟ سجن كرج رجائي شهر منطقة كرج وسجن إيفين في وسط طهران وسجن إدارة الاستخبارات الحرسة التوري داخل طهران عند ميدان أرجنتين بعدها انتقلت إلى مدينة آراك إقامة جبرية أنا وزوجتي وسؤال أنت لما ألقوا الإيراني القفض عليك هل عرفوا اسمك وهويتك الحقيقية؟ لا تقول لهم أنت جزائري؟ قلت أنا مغربي مغربي؟ قالوا أنت ليبي لأننا مسكوا معنا المجموعة الليبية وهل تمكنت من أنك تصمد ست سنين ما تقول اسمك الحقيقي؟ ما حد سألك؟ ما عذبوك بالسجن؟ لا ما عذبوك بالسجن؟ بعدها كل اللي موجودين بالعائلات كلهم متزوجين وبعائلاتهم العائلات جلسوا في البيوت اللي احنا مأجرينا لكنا مأجرينا بعد فترة سنة سنة ونصف تقريبا قسمونا إلى ثلاث مجموعات مجموعتين في طهران ومجموعة أنا كانت 11 عائلة فيها مصريين يمني كردي وأنا مغربي فيها عراقي عائلتين عراقية فأخذونا إلى مدينة اسمها مدينة أراك في مخيم كان للاجئين العراقيين فوضعونا في مدرسة فصول كل عائلة ضواعش يعني غرفتين قسموهم وداروا صور وحراس ووضعونا في هذا المكان خمس سنوات معقول ما طلبوا منكم معلومات ما طلبوا منكم شيء الإيرانية يعني هيك يعني بدلتك أنه حافظوا عليكم حافظوا علينا قالوا أنه أنتم مشكلتكم مع أمريكا كانت مصلحة إيران تسليمكم إلى أمريكا حنسلمكم إلى أمريكا كان مصلحة إيران أننا ما نسلموكمش إلى أمريكا مش هنسلموكم إلى أمريكا استخدموكم ورقة ها استخدمونا ورقة نعم يعني أنت ما كثبت بالسجن سنة ونص والباقي كانت إقامة جبرية إقامة جبرية مع عائلتك مع عائلتك بالحفظ بالصون مع ومن وين كنت تصرف من عند الحكومة الإيرانية؟ من الحكومة الإيرانية كانوا يعطونا رواتب شهريا وما طلبوا منكم ولا تساعدوهم بشيء ولا معلومات ولا شيء ولا شيء حتى اسمك الحقيقي ما يعرفوه ما يسألك حتى اسمك ما طلبوا منكم تشتغلوا شيء تعملوا شيء تنفذوا شيء لا معلومات عن أفغانستان لا ما في أي شيء بعد ست سنين بعد ست سنين في 2009 جاءوا عندنا جمعونا نحن الحداشر عائلة حداشر شخص وقالوا نحن يش نريد يش نستفركم نطلق صراحكم وين تبوا تمشوا شو اخترت؟ اخترت في أفغانستان مرة أخرى كان صار عندك ولاد هناك؟ عندي أولاد يعني حبلت وولدت كل شيء وانت بإيران؟ وانا بإيران كوانت عائلة بإيران ولادك كانوا يروحوا على المدارس؟ لا ممنوع ممنوع تخرج فقط دكتور سوق تشتري مشتريات هو يجي يأخذك بعائلتك بأطفالك ويمشي بيك للسوق تشتري يش تريد تدخل المحلات هو معك مدني ما فكرت تهرب؟ فكرت نعم حوالت يعني ولا لا؟ فكرت جيد لكنيش كان يحبسني الأطفال يعني كهروب لوحدي كنت تستطيع لكن معاك العائلة زوجتك وأبناك كانوا حمل رحت رجعت إلى أفغانستان عام 2009 نعم وين أعادت بأفغانستان؟ دخلت عن طريق باكستان أخذوني من أراك إلى طهران من طهران أخذنا طائرة إلى زاهدان من زاهدان سلموني إلى شخص مهرب مهنته التهريب من لسانك الإيرانية يعني؟ إيرانية الاستخبارات الحرص التوري الإيران مكت معاه في بيته جاء بمهربين آخرين سافرت معاه من زاهدان إلى مدينة سمه سروان على الحدود الباكستانية هل أنت يعني أنت من حديثك ومن الطريقة اللي حكيت فيها على الإيرانية بداية أشعر أنه أنت لا تكن العداء لإيران؟ لها كن العداء رغم أنه هن حموك وعملت عائلتك عندهم لمصلحتهم كيف نسأوا ليهربوكم؟ هيدا هي القصة وليش؟ يعني برأيك لش ساعدوكم لترجعوا أفغانستان؟ لمصلحتهم عشان تحاربوا الأمريكيين؟ عشان تحاربوا الأمريكيين وهم نفسهم الإيرانيين يغضوا الطرف على العراق يغضوا الطرف على أفغانستان وعلى العراق نحن هذا عندنا علم به ونعرفه يغضوا الطرف مروركم يعني؟ نعم نعم في 2001icles 2020ل 2003 خافوا من أمريكا قاموا بالحملات واعتقلونا واعتقلوا مجموعات صفروا مجموعات قابلي أنا المجموعات الأولى في 2002 صفروا قبل صفروا إلى ماليزيا صفروا إلى عدة دول من أراد أن يرجع إلى بلده يرجع عندي ورد أوروبا يادمي يو 분و وليش النظر يعمى ماليزيا يcciones Kara ليبي يرجع إلى باكستان يرجع إلى باكستان هذه إيران حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني ومن القاهرة ينضم إلينا الباحث في شؤون الجماعات المسلحة مونير أديب أهلا بكم إلى التاسعة عشر أبدأ معك دكتور هاشميان من واشنطن هل هناك نهج محدد تعتمده طهران للتعامل مع أفراد القاعدة عندما تصديفهم على أراضيها أحيانا نسمع عن سجن عن معاملة لطيفة داخل السجن أحيانا نسمع عن إقامة جبرية عن أن النظام هو الذي يدفع مرتبات هؤلاء ما هو النهج الذي تستخدمه طهران حقيقة معهم؟ تحية لكم والمشاهدين والضيف الكريم أنا أعتقد أن النظام الإيراني كان ينتظر أدوار من هؤلاء الأشخاص مثلا شخص يأتي دوره مستعجلا وشخص دوره يأتي إلى مرحلة معجلة ولذلك كما جاء في حديث هذا الشخص أنا أعتقد أن كل المراحل هذه كانت معروفة لدى المخابرات الإيرانية ولدى مخابرات الحرس وصحيح لم يقولوا اسمه ولكن المخابرات كانت لديهم أساميهم كاملا في المرحلة الأولى هناك زمن محمد خاتمي المعروف بفترة الإصلاحات أرادوا أن يعطوا وجه خاص بأنهم اعتقلوا أعضاء القاعدة وأيضا كان لديهم مخاوف أن هذه المجموعات أو معلومات عن هذه المجموعات تطيح بيد الدول الغربية والمخابرات الغربية ولذلك الاحتفاظ بالسجن بهؤلاء الأشخاص هو أحسن طريقة ولذلك كل شخص من هذه الأشخاص كان ينتظر دوره مثلا يبعثونه للعراض أو يرجعونه إلى أفقانستان أو لمكنات أخرى من أجل أهداف النظام الإيراني وهناك أيضا غير هذا الشخص مثلا السيف العدل كان في إيران حمزة بن لادن كان في إيران وهناك حديث مفصل حول هذه الشخصيات وأنا أعتقد أن المخابرات الإيرانية ومخابرات الحرس ومخصوصا أحمد وحيدي وهو الآن وزير الداخلية وسابقا كان وزير الدفاع الإيراني لديه علاقة جيدة مع أيمن الظواهري ولذلك من خلال هذا الشخص وفي رئيس الهرم السلطة الإيرانية تم هناك التنسيق اللازم حول كل هذه الغضايا أيضا هناك مسألة جدا مهمة يجب الإشارة إليه عندما حسن كاظمي غومي كان غنصور إيران في مدينة هرات هناك مجموعة كبيرة من القيادة الغاعدة وثم بعدين تحولوا إلى داعش كانوا في مدينة هرات وثم انتقل حسن كاظمي غومي إلى بغداد هذه المجموعة أيضا انتقلت إلى بغداد وبعدين عرفنا عن مجموعات مختلفة غامت بأفشع الطرق من نوع الإرهاب وفي العراغيين وما شابه جالك كل هذه الحركات كانت منسغة بالمخابرات الإيرانية ومخابرات الحرق والحكومة كانت تعلم جيدا عن هذه الغضايا أنتقل إليك استيز مونير رأينا في مقابلة أبو زبير بأنه قال لم يسألوا عن اسمي ولم يعرفوا طوال بقائي لست سنوات في إيران اسمي الحقيقي هل هذا وارد؟ لا أعتقد ذلك سيدتي الكريمة الحرث الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية تعلم الزبيري تعلم اسمه الحقيقي وتعلم صفته التنظيمية داخل تنظيم قاعدة الجهاد ولذلك هي دعمته بالصورة التي ربما تحدث عنه وهذا ربما يفتح الملف ويؤكد ما كنا نتحدث عنه في السابق عن العلاقة القوية ما بين إيران وما بين تنظيم قاعدة الجهاد يعني ولعلي أستشهد هنا بما قاله المتحدث الأسبق لتنظيم داعش أبو محمد العدناني في تسجيل صوتي ما ذال موجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت اتهم فيه أيمن الظواهري وأسامة بن لادن من قبل ولكن كان الاتهام بشكل مباشر موجه إلى أيمن الظواهري أنه طلب من تنظيم داعش ألا يشن هجمات على إيران بما يؤكد كما قال أبو محمد العدناني العلاقة والعلاقة القوية ما بين تنظيم قاعدة الجهاد وما بين إيران ما ذالت إيران تستضيف قيادات من القاعدة حتى هذه اللحظة زوجات أسامة بن لادن يقمن في إيران إيران هي التي استضافت في وقت سابق قيادات الجماعة الإسلامية المسلحة في مصر وقيادات تنظيم الجهاد وما ذالت تستضيف قيادات القاعدة وقد قتل من قبل أبو محمد المصري واكتشفنا أنه موجود في إيران وكانت إيران تنفي وجوده إذن إيران تستخدم تنظيمات العنف والتطرف ربما لمصالح لها في منطقة الشرق الأوسط وهم يمثلون أدوات حقيقية لإيران إيران تريد نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط ولذلك تستخدم أذرع لها سواء كانت شيعية أو حتى تنظيمات معك إلى هذه النقطة دكتور هشميان هل فعلا هؤلاء كانوا أدوات فعالة بيد إيران من أجل تحقيق مشاريعها في المنطقة؟ هل تجربة برأيكم أثبتت ذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد الثورة السورية وأيضا الشعب العراغي واجه النظام الإيراني بهذه الحجة يعني النظام الإيراني كان يستخدم موضوع داعش في سوريا حتى يغمع الشعب السوري ويغمع الثورة السورية وكان يستخدم أيضا داعش في مناطق الشمال العراقي ومناطق مختلفة من العراق حتى يغمع الشعب العراقي وأيضا يسلط وكلاهي الميليشيات الشيعية في هذا البلد استخدمه بشكل كامل النقطة الثانية هناك كانت مساومات بين النظام الإيراني وبين بعض الدول الغربية ولذلك إيران كانت تساوم على هذه الغضية بأننا نحن معكم في صف واحد يعني مع الدول الغربية في صف واحد ضد داعش وركزت على هذا الموضوع بشكل كبير إعلاميا وتجهيزاتيا وسياسيا وديبلوماسيا والوزارة الخارجية الإيرانية كانت تعمل ليلا ونهارا على هذا الموضوع تقول بأنها واغفة في خندق واحد مع الدول الغربية ضد تنظيم داعش وهي جتب تنظيم داعش أبو مصعب الزرغاوي تم نغله من هرات إلى إيران وثم إلى العراق على يد حسن كاظمي قومي ولذلك كل هذه المسائل استخدمتها من ضمن استراتيجية جدا كبيرة واستطاعت من خلال هذه الاستراتيجية غمعة ثورة سورية وتركيز الميليشيات في داخل العراق وأيضا حتى وصلت الميليشيات بسبب داعش وغير داعش إلى لبنان ولا مكانات أخرى وأيضا في اليمن رأينا النظام الإيراني يتعامل ويشاوم وهناك لديهم كان ديبلومات أحمد نيكباخت في 2015 تم مبادلته بمجموعة من غيادات القاعدة في اليمن لذلك استخدمت كل هذه الأوراق من أجل استراتيجية واضحة سيد مونير يعني مقابل ماذا يقبل هؤلاء بأن يكونوا أدوات بيد إيران؟ هل مقابل حماية بفترة معينة؟ أم هناك أهداف أخرى عند إن كان جماعة القاعدة أو الأخوان أو داعش وما بعد قضية استخدامهم؟ ماذا يكسبون في مقابلها؟ نعم يعني أعتقد أن الأهداف هي أهداف مشتركة يعني إيران تستخدم هذه التنظيمات ربما لهدف لها ولمصالح ربما في منطقة الشرق الأوسط وهي تثير من خلال هذه التنظيمات الفوضى داخل منطقة شرق الأوسط وأعتقد هذه التنظيمات لها أهداف أخرى ربما على سبيل المثال هي تشن هجمات ربما ضد الأنظمة العربية في البلدان التي تتواجد فيها هذه الأنظمة ولذلك تساعدها إيران ويساعدها الحرث الثوري الذي يريد أيضا إثارة الفوضى داخل المنطقة العربية فضلا عن أهداف أخرى لها علاقة بطبيعة العدو المشترك ما بين إيران وما بين التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش وهنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية فكل منهما يساعد الآخر من أجل شن هجمات سواء ضد إسرائيل أو حتى ضد الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن المرتكدات والمنطلقات الأيدولوجية التي تتحرك منها تتحرك منها إيران وتتحرك منها هذه التنظيمات المتطرفة سواء السنية أو حتى الشيعية هي مرتكدات ومنطلقات واحدة وبالتالي هناك أهداف مشتركة وكل منهما كما تتحدث في بداية مدخلة شكرا جزيلا لك الباحث في شؤون الجماعات المسلحة مونير أديب كنت معنا من القاهرة كما أشكر أيضا الدكتور حسن هشميان الباحث في الشأن الإيراني كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لكم دائما في الملف الإيراني ولكن على صعيد آخر وفي إطار سلسلة من الحوادث الأمنية الغامدة في عقر دار إيران والتي تستهدف بشكل خاص شخصيات قيادية وأهداف مرتبطة بملف تهران النووي وحرسها الثوري أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن مقتل مهندس وإصابة موظف آخر في وحدة أبحاث تابعة لها في منطقة بارتشين التي تضم مجمعا عسكريا قرب تهران هذه المنشأة التي تجري فيها إيران عمليات تخصيب لليورانيوم وتجارب مرتبطة بأبحاثها النووية كانت قد شهدت منتصف عام 2020 فجارا غامضا أعلنت السلطات حينها أنها كان في خزان للغاز الصناعي قرب المجمع العسكرية ترجمة نانسي قريب شهدت من المجمع العسكرية ترجمة نانسي قنع هو حادث قد يكون عادياً لكن مكان وقوعه استثنائي خاصة حين يتعلق الأمر بمجمع عسكري إيراني سبق لطهران أن أجرت فيه اختبارات تفجير في المجال النووي الحادث الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الإيرانية حصل في منطقة بارشين جنوب شرق طهران وتحديداً في وحدة أبحاث تابعة للوزارة وأودى الحادث بحياة مهندس بينما أصيب آخر ونقل إلى المستشفى فيما قالت وكالة فارس للأنباء إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث ويقع مركز بارشين على بعد 60 كيلومتراً جنوب شرق طهران وهو موقع عسكري مهم يضم عدة وحدات صناعية وبحثية حيث تعتقد أجهزة أمن غربية أن إيران أجرت اختبارات تتعلق بتفجيرات قنابل نووية في المنطقة منذ أكثر من عقد وفي يونيو من عام 2020 وقع انفجار ضخم هز العاصمة ونجم عن تسرب في خزان في منطقة بارشين نفسها في منشأة لتخزين الغاز وفي عام 2015 سمحت طهران للوكالة الدولية للطاقة بأخذ عينات من الموقع العسكري لتقييم الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي نور الحصني العربية وفي الداخل وفي اعتراف كاشف لما وصل إليها الداخل الإيراني نشرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه رسمية مقالا يحذر من أن النظام الإيراني يقترب من حفة الهاوية يوما بعد يوم مشيرا إلى الفساد المتفشي بين المقربين من المرشد الأعلى المقال بدأ بفقرة تقول أن مسؤولي البلاد نسوا أنهم جاءوا من قلب الشعب وأن واجبهم خدمة الشعب لذا فلا شك أنهم يقتربون كل يوم من حفة الهاوية وسرعان ما حذفته الوكالة ولكن بعدما انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى 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 اشتركوا في القناة يأتي هذا بينما تتواصل الاحتجاجات ضد الغلاء وترد الأوضاع المعيشية في معظم المدن الإيرانية واليوم شهدت مدينة عبدان في جنوب غرب إيران مظاهرة حاشدة لأهالي المدينة احتجاجا على عدم اهتمام المسؤولين بالأشخاص المحاصرين تحت أنقاض برج ميتروبول منذ ثلاثة أيام ما أسفر عن مقتل ثمانية عشر شخصا وإصابة العشرات فيما لا يزال عشرات آخرون تحت الأنقاض لا يخفى أن النظام الإيراني من أكثر الأنظمة قمعا حول العالم ولطالما كانت الشبهات تحوم حول شبكة سجونه ومعتقلاته نظرا للقمع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي يخضع لها السجناء والمعتقلون الحدث حصلت على معلومات وتسجيلات سرية من داخل تلك السجون تكشف النقابة عن بعض ما يعيشه المعتقلون فيها بشكل يومي تفاصيل أوفة مع زميلة هجر كنيعون سجون الموت هذا أقل ما يمكن وصفه عن واقع سجون نظام الملالي في إيران من استخدام نواسع ومنهجي للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين في وقت ضعف النظام الإيراني خلال الأيام الأخيرة ضغطاتها على السجناء السياسيين بشكل خاص طبعا نظر من الوضع المتفجر في الشارع الإيراني في المبنى المركزي لهيئة السجون في طهران برئاسة غلام علي محمدي يمارس أشد أنواع التعذيب والاضطهاد والتهريب وهذا ينطبق على 267 سجينا هم واقعون تحت إدارة القضاء الإيراني بما لا يشمل طبعا السجون التابع لقوات الأمن الداخلي والحرس الثوري التي أغلبها سرية سجن إيفين هو أخطر تلك السجون بقيادة حميد محمدي يعرف بجامعة إيفين لإحتوائها على عدد كبير من المثقفين المعارضين للنظام حيث تحتوي باحة السجن على ساحة مقصصة للإعدام وقاعة محكمة وزنزنات للسجينات أما سجن كهرداشت في مدينة كراج فيعد أفضع السجون الإيرانية وأكثرها اقتضاضا حيث يقدر العدد الإجمالي للسجناء ما بين ثمانية ألاف إلى اثنى عشر ألف سجين بينما في الحقيقة لا يتسع إلا لثلاثة ألاف فقط يشرف عليه الله كرم عزيزي وللمفارقة أن للحرس الثوري بعض الزنزنات داخل الحبس الانفراضي في هذا السجن تحديدا ويستعملوها عاددا ضد من يصفهم بالخونة أو العملاء بينما أكبر السجون الإيرانية على الإطلاق هو سجن تهران المركزي يلقب بفشافوية بإشراف الرئيس هناك محمد حاج مزندراني وهو يحوي على خمسة عشر ألف سجين أما سجن الأهواز المركزي شبيبان فقد شهد في العام 2020 على جريمة إطلاق نار مباشر على السجناء أثناء تمردهم على تفشي فيروس كورونا هناك وذلك من قبل رئيس الأمن عبد الحسين غلام نجات هذه هي صورته على الشاشة يتسع السجن لألفي شخص لكن في الواقع يوجد فيه أربعة آلاف وخمسمائة سجين تسعون منهم هم من المواطنون العرب في المنطقة أما سجن سبيدار في الأهواز فله قصة مختلفة حيث تعاني السجينات من سوء المعاملة وفقدان أدنى الخدمات الصحية والدواء ولأن السجينات من النشطاء السياسيين لذا يتعرضن لإضطهاد أكبر من قبل رئيس السجن ماجيد ظاهري وقد حصلت الحدث على صور من داخل تلك السجون بالتعاون مع مصادر مجاهدي خلق تظهر فضاعة الاقتضاد داخل الزنزانات حيث أن عدد السجناء الكلية تجاوز المائتين وعشرة ألاف في حين أن الساعة الفعلية لا تتعدى المائة وخمسة وأربعين ألفا فلنشاهد المائة وخمسة وأربعين ألفا 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 الحدث دققت أكثر لتحصل على فيديوهات نشرها موقع عدالة علي التابع لمجموعة من المعارضين على التليجرام تظهر أشد أنواع التعذيب اللا إنسانية بحق المساجين فلنشاهد اشتركوا في القناة غرفة انتظار الموت أو مطارف بغرفة الغاز هي أحدى وسائل التعذيب هذة ولكن جاءت على لسان مساجين سابقين التقط بهم الحدث مؤكدين أن هناك خمسة ألاف سجين ينتظرون الإعدام من حسن فارسي هستم دوازده سال تو زندانهای اوینوق زلحصار و گوهردشت بودم بیش از دو هزار نفر این رژیم زندانی سیاسی دارند تعداد زيادی بیش از پنجه هزار نفر زیر حکم اعدام هستشتر هوبیتشون مشخص نیست برای زندانی ها و همینطور خانواده هاشون اقوامشون اینا نمیدونن که اینا شغلشون چیه اتاق سیمتی که ظرفیت ده پونزه نفر بیشتر نداشت صد و ده نفر قرار دادن این فقط محدود به اوینده بود هفتاد و پنج نوع شکنجه من ثبت کردم تو همون ایام خاطراتم هستش و بعد حتی در زمانی که این اتاق معروف شد به اتاق گاز که اصنادش موجوده و زندانی ها بعد از یک ساعت دوشار خفیگی میشدن من داووس سویسریا خرج وزیر الخارجی الامريکی الاسبق و دیپلوماسی المخضرم هنری کسنجر بتصريحات تسیر في عکس اتجاه الطعاق الامريکی مع الحرب الجارية في اوکرانیا ما اثار زوبعة کبيرة يبدو انها لن تهدأ بسرعة کسنجر وفي كلمة له خلال منتد داووس حذر من الاستخفاف في الرئیس الروسی واقترح ان تتخلى كيف عن جزء من اراضيها وانشاء حدود في دونباس كما كانت موجودة قبل الحرب كما حذر ايضا من اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة اذا لم تحصل مفاوضات مسمرة في الشهرين المقبلين تصريحات كسنجر اثارت غضب الرئيس الاوكراني الذي رد قائلا انه مهما فعلت روسيا فستكون هناك اطراف تدعو لاخذ مصالحها في الاعتبار وشدد على عدم التنازل لموسكو على غرار التنازلات التي قدمت لالمانيا النازية في السابق وذلك حين وقعت بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا اتفاق ميونيخ عام 1938 والذي منح ادولف هتلر انذاك الاراضي التي احتلها جيشه النازي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بدوره استنكر مستشار زيلنسكي تصريحات كسنجر متعهدا بعدم السماح لأحد بالمتاجرة بجرام واحد من سيادة اوكرانيا او مليمتر واحد من اراضيها على حد وصفه موقف كسنجر وغضب كيف يمكن ربطه بالحديث مؤخرا عن اقتراحات بحلول وسطية تنهي الحرب وتجنب العالم تداعياتها الكارثية لسيما المقترح الايطالي قبل ايام والذي اعلنت موسكو انها تأخذه بعين الاعتبار لكن الخارجية الامريكية سارعت لتوضح موقفها الرسمي بالتأكيد على حق كيف في اختيار متى وكيف تنهي الحرب اشتركوا في القناة خارطة المعارك في اوكرانيا تبدلت تماما وتغيرت خطوطها الامامية ما بين ايام الحرب الاولى وبعد مرور ثلاثة اشهر على انطلاق المعركة فمن الهجوم الموسع الذي تجاوز شرق البلاد الى عاصمتها وهدد غربها الى التركيز على الشرق والجنوب وتحديدا منطقة دونباس لا يخفى على احد ان الهدف الرئيسي للقوات الروسية حاليا هو السيطرة التامة على كامل منطقة دونباس بعد نجاحها في السيطرة على لوغانسك ودوناتسك باستثناء بعض جيوب للمقاومة وماريوبول التي احكمت سيطرتها عليها بعد استسلام مقاتلي مصنع ازوفستال وتكثف روسيا عملياتها حاليا لسيطرة على سيفر دوناتسك وعلى ليشنشانسك وعلى روباينز بدونباس اما الهدف الثاني لروسيا فهو انشاء ممر بري بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014 والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الذين تدعمهم في دوناتسك والوغانسك وعززت روسيا سيطرتها على هذا الممر بالسيطرة اولا على خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم في غربي او في جنوب البلاد وكذلك السيطرة على ماريوبول الواقعة بين شبه جزيرة القرم وبين اقليم دونباس كما تسيطر الان على الشاطئ الشمالي لبحر ازوف باكمله يسيطر الروس ايضا على الضفة الشرقية من نهر دنيبر الاستراتيجي الذي يقسم البلاد الى نصفين وبهذا امنت روسيا المياه العذبة الى شبه جزيرة القرم بعد ان قطعت اوكرانيا المياه عنها منذ ان ضمتها روسيا قبل ثمان سنوات انتهاك القواعد والاعراف في مجال التمويل والتجارة الدوليين لا يؤدي الى اي شيء جديد بعبارة بسيطة سيؤدي ذلك فقط الى مشكلات لأولئك الذين يفعلون ذلك سرقة اصول الاخرين لم تجلب اي خير لأحد خاصة اولئك المتورطين في هذه المخالفات تجاهل مصالح الدول الاخرى في السياسة والامن كما اصبح واضحا يؤدي الى فوضى واضطرابات اقتصادية ينضم الينا من واشنطن فيليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الامريكية اهلا بك سيد فيليب الى التاسعة عشرة هل فجأكم التصريح هنري كيسنجر الذي دعا فيه اوكرانيا الى التخلي عن جزء من اراضيها وعدم استفزاز بوتين اكثر من الاهمية ان نضع تصريحات انري كيسنجر في السياق فهو طبعا امضى جزءا كبير من حياته في العمل الديبلوماسي اثناء الحرب الباردة وعمل ايضا في بناء علاقات مع روسيا والصين وغيرها واعتقد يجب توخي الحذر بشأن هذه التصريحات فهو كان يشدد على تفادي تحول حرب في اوكرانيا الى حرب بين روسيا والولايات المتحدة ثم عدم العزل روسيا عن اوروبا مما يؤدي الى تحالف دائم بين روسيا وصين وهذا سيكون مؤذي للولايات المتحدة والعالم اذا اعتقد من المهم ان نضع تصريحات الدكتور كيسنجر في سياقها الملائم خاصة فيما يتعلق بنظرته الى العالم واوكرانيا هل تعتقد بان رؤية مماثلة وهو بالفعل يعني سمعناها من خبراء قبل كيسنجر الى ان يكون هناك حلول وسطية الى ان يكون هناك يعني ربما ليونة بالموقف الاوكراني هل يمكن فعلا يعني ان يكون هذا هو الحل للازمة الروسية او للحرب الروسية الاوكرانية؟ اعتقد ان الدكتور كيسنجر شجع على اطلاق المفاوضات في غدون الشهرين المقبلين وكلما طال امد هذه الحرب كلما اصبح حل الصراع اكثر صعوبة هو اكد ايضا على انه يأمل مع بدء المفاوضات بان يعود الوضع على الارض للوضع القائم قبل بدء الغزو الروسي بمعنى ان روسيا سوف يكون لديها السيطرة على بعض الاراضي الاوكرانية مثل تلك الموجودة في شبه جزيرة القرم وهو حذر اوكرانيا بالقول انه بينما تبذل جهود لدفاع الارض وسيادة وهذه جهود جديرة بالملاحظة فان الرئيس والرئيس زيلينسكي حدد اهداف قصوى وهذه الاهداف لا تقتصر على الترد القوات الروسية وعيداتها الى مواقعها قبل بدء الحرب في فبراير ولكن ايضا سعادة الاراضي التي استولت عليها القوات الروسية من قبل مثل تلك الموجودة في شبه جزيرة القرم فهو كان يحذر بان اوكرانيا في نهاية المطاف قد تواجه قرارات بالغة للصعوب وليس فقط بشأن ما يمكن ان تحصل عليه من خلال هذا الصراح ولكن ايضا ما يمكن ان تتنازل عنه لروسيا في اطار هذه العملية سيد فليب بعيدا عن التصريحات والتمنيات والتحليلات فيما لو تحدثنا عمليا هل تعتقد ونحن استعرضنا منذ قليل الى اين وصدت العمليات العسكرية هناك سيطرة تقريبا للمناطق الحدودية الشرقية في الوسط وفي الجنوب هل تعتقد بانه الخارطة اصبحت بانه شرق نهر دنيبر ستكون لروسيا وستحتفظ اوكرانيا بالغرب ما استطيع ان اقول له هو انه مهما كانت الظروف التي تم فيها وقف اطلاق النار فسيكون من الواضح ان سيكون هناك مواقع روسية على الاراضي الاوكرانية ما شهدنا حتى الان هو ان اوكرانيا قامت بالدور هائل من خلال دفاع عن العاصمة كييف وحالت دون تقدم القوات الروسية باتجاهها لكن على رغم من ذلك فان اوكرانيا لم تظهر القوة التي تسمح لها بترضي القوات الروسية من كافة الاراضي الاوكرانية اذا مهما كان وقف اطلاق النار وطبيعة المفاوضات فالحقيقة هي ان اوكرانيا سوف ترى انها خسرت كثير من الاراضي على الرغم من دفاعها عن سياداتها وسيكون هناك وجود قوي لروسيا في اوكرانيا وبالتالي فان المفاوضات سوف تركز على هذا الجانب هل تعتقد بانه سيكون هناك ضغوط من قبل يعني حتى الان الولايات المتحدة وكأنها متهمة بانها تؤجج هذه الحرب عبر دعم اوكرانيا ان كان بالاسلحة وبالاموال وبالمعلومات الاستخباراتية هل يمكن للولايات المتحدة ان تضغط في القريب العاجل على اوكرانيا من اجل الجلوس الى طاولة المفاوضات ام تستبعد ذلك؟ انا لا اتفق بالضرورة مع سياق سؤالك فالولايات المتحدة والحلفاء في النيتو يوفرون لاوكرانيا الوسائل التي تسمح لها بالدفاع عن سيادتها واستقلالها صحيح ان هذه الاسلحة تستخدم الان في هذا الصراح ولكن اعتقد يجب وضع المسؤولية على من يتحملها فروسيا هي التي غزت اوكرانيا واوكرانيا لم تتسبب بهذا النزاع ولكن هنا في واشنطن ادارة بايدن كانت واضحة كل الوضوح ففي نهاية الامر القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها لانهاء هذه الحرب سيتم اتخاذها من قبل اوكرانيا بناء على المصلحة الاوكرانية وبتأكيد فان الوات المتحدة شكرا جزينا لك فيليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الامريكية كنت معنا مباشرة من واشنطن شكرا لك في هذا نأتي الاختام ساعتين التاسعة عشر شكرا لك بمتابعتكم وزمي سعد الدين حسن يلقاكم بعد دقائق اشتركوا في القناة